اشتركوا في القناة ومن تعرض 3 ملايين عراقي حذر من تعرض هؤلاء لأزمة كبيرة بسبب عدم كفاية استهلاك الغذاء بعدم وجود غذاء لهم يعني 3 ملايين عراقي الآن على حفة الخطر إذا لم يصلهم الغذاء فسيؤدي بهم إلى كارثة إلى الموت إلى الأمراض المستعصية هكذا يتحدث التقرير برنامج مراقبة الجوع التابع للأغذية العالمي هذا التابع للأمم المتحدة أنه هؤلاء 3 ملايين يعانون عدم كفاية الاستهلاك للغذاء وهذا يشمل تحدث عن أكثر من 700 ألف من النازحين من بين 3 ملايين يعانون من عدم الأمن الغذائي لا وجود الأمن الغذائي إذن يعيشون على الكفاف يعني ربما على وجبة واحدة لا تشبع أي من أفراد هذه العوائل 700 ألف من النازحين يعانون من عدم الأمن الغذائي قال تحدثنا عنهم قال تحدثنا عنهم في تقرير نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2021 في تقرير للمنظمة هذه برنامج الأغذية العالمي تابع للأمم المتحدة كان عنده تقرير اسم نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2021 فمن ضمنها تحدث عن النازحين عن الذين أجبرتهم الحكومة على ترك هذه معسكرات النزوح والعودة إلى المجهول لأنه لا بيوت لهم ولا أحد يستقبلهم بيوتهم إما أن تكون مدمرة ومخربة غير صالح على السكن الآدمي لكن أجبرتهم على القروج منها لكي يقال أنها أنهت مشكلة النازحين أيضا التقرير هذا تقرير برنامج الأغذية العالمي تابع للأمم المتحدة تحدث أيضا في بيانة على لسان ممثل برنامج المنظمة في العراق إلى أن تأثيرات سلبية طالت شرائح كثيرة من العراقيين تحدث عن وباء كورونا وعن الوضع الاقتصادي وانخفاض سعر الدينار قال أن البضائع وخاصة المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية ارتفعت أسعار هذا الوضع الاقتصادي السيء كورونا موجودة مئات الملايين تحدث عن ملايين فقدوا وظائفهم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق والعراقيين فبالتالي هم أيضا دخلوا في عداد المنطقة الخطرة على حياتهم بسبب قلة الغذاء بسبب عدم قدرتهم على توفير ما يسد حاجتهم أقل من الطبيعية ربما من الطبيعية من الغذاء والمواد الأساسية الأسر العراقية في الغالبية تحدث التقرير تعاني من مشكلة في الغذاء الدولة لم تساهم في شيء طوال هذه كل دول العالم ساهمت بمساهمات عينية ومساهمات مادية لإسناد شعوبها في مواجهة وباء كورونا لكن إلا في العراق ترك الناس كما يتصرفوا على حالهم وبالتالي كسب خرجوا وتعرضوا إلى إصابات لأنه إن بقي في بيته وبقي معزولا لا يستطيع أن يوفر لأهله لقمة العيش فبالتالي يضطر إلى الخروج والعمل لكي يوفر مالا يشتري به المواد التي يحتاجونها وكذا بالنسبة للعراق تحدث التقرير عن وضع اقتصادي متردي الحكومة لا تتدخل لتقديم الإعانات وخاصا المواد الغذائية الأساسية وأيضا لا تتدخل في ضبط الأسعار في الأسواق قللت من سعر الدينار العراقي لكنها لم تتدخل ولا تستطيع أن تفرض نفسها لضبط الأسعار في الأسواق لذلك الأسعار كلها تفعل هذا الوضع يجعلنا نتحدث عن وزارة التخطيط عندما تحدثت تقول أن 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يعني يأكلون من المزابل الآن هذه الأعداد نحن نتحدث عن أكثر من نصف العراقيين أكثر ثلاثة أرباع العراقيين هم فقراء أكثر من نصف هم تحت خط الفقر يعانون معانات كبيرة هذا بلد يعني مخيف هذه القضية العراق يمتلك ثالث احتياط نخطي في العالم وهذا هو وضع موازنات المالية في السنوات الأسباط عشر الماضية وصلت إلى أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار وبالتالي لا خدمات لا وضع اقتصادي حسن لا تغذية جيدة جوع وفقر وبطالة وهموم البطالة الآن أكثر من 65% زادت الأوضاع تظاهرات في كل مكان الشباب لا يجد فرص الحكومة لا تستطيع توفير الرواتب تستدين وتقترض من هنا ومن هنا لكي توفر الرواتب لكي يعني توقف تظاهرات الناس وكأن القضية تتعلق بهذا الموضوع فقط وليس بوطن قد خرب كله 18 سنة يعني في نفس الوقت نرى منابر من ذهب يضحكون على الناس منابر من ذهب نرى مواكب هذا المسؤولين هذه اللي تمر هذه السيارات الغريبة عجيبة تكلف ملايين الدولارات ربما ما أعرف مئات الملايين من الدولارات هذه المواكب والأسلحة والمسلحين هذه الأسلحة التي توفر للميليشيات لقتل الناس مهرجانات انتخابية الآن بدأت تصرف عليها ملايين الدولارات والناس يعني ثلاث ملايين عراقي على حافة الموت هذا تقرير الأمو المتحدة يؤكد أنهم في خطر شديد ميليشيات تجول وتصول وتفرض على الناس أتاوات وتفرض عليهم أسلوب حياة وأسلوب تنفس وأسلوب رأي في هذه الطريقة رواتب قليلة البطالة أكثر من 65% تحدثنا تحدث وزارة التخطيط عن الفقر وتحدث عن 12 مليون تحت خط الفقر فبلد بهذه الكيفية بهذا الشكل بهذه التركيبة هل تستطيع أن تقول أن هناك فيه دولة ترعى المواطن وتحرص على أمن المواطن وتستحق بنظامها السياسي استحق أن يبقى هذا النظام السياسي واستحق أن الشعب يسكت عنه ولا يخرج متظاهرا ولا يخرج ليزيحهم هذه كارثة وبعد ذلك نسمع مقتد الصدر وغير مقتد الصدر يتحدثون عن جوكرية وعن أبناء السفارات وغيرهم ومندسين وغير كلام معيب في بلد مثل هذا الوضع هذا الوضع هذا البلد بهذه الطريقة يتحدثون عن حكومهم جزء منها فاسدة ومخربة وطائفية وخطابها طائفي وخطابها مخرب وعميلة وذاعنة ورهنة استقلال وسيادة العراق للخارج وغير قادرة على أن تحفظ لا سيادة والاستقلال للعراق وغير قادرة على أن تمول المشاريع وتشغل الناس وتقضي على البطالة والفقر فمن هو الأجدر أن يبقى؟ الشعب الأجدر أن يبقى أم هذه السلطات التي في العملية السياسية يجب أن تبقى هم يريدون أن تبقى العملية السياسية وقواها وأن يذهب الشعب إلى الجحيم مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة مخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة